الصف الشديدة التي تجاوزت سرعتها 45 كم في الساعة علما أن الرافعة كانت متوقفة عن العمل وخارج الخدمة هذا ووجه أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل بتشكيل لجنة عاجلة للتحقيق في الحادثة ورفع النتائج فورا وأمر بتوفير كل الدعم للمصابين وعلاجهم وتسخير طاقة جميع الجهات للمتابعة والمساندة ترجمة نانسي قنقر